اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في هذه الحلقة المباركة الجميلة من مجلس الرحمة وعودة الى الشيخ محمود شبل عضو لجنة الفاتوى بي الازهر انا سهلا حضرتك المرأة الدينماركية او العجوز كما اسميتها بعد ما يعني دعت لها بالهداية ابنها يعني تمنى ان تدخل في الاسلام هل تكمل لنا القصة فقلت لها اسأل الله ان يشعر حصدرك للاسلام فقلت لي مانجتاك شكرا كتير فذهبت ساعتها الى مدينة اخرى تسمى بفايلي كان فيه مشايخ موجودين من الكويت ومن المص فقلت مش مناسب ان احنا نجمع كنا في مسجد واحد ودوني مدينة تانية فغئيس المركز الاسلام هناك ابو محمد اسامة السعدي اخي فاضل جدا فقلت خلص تذهب الى مدينة غايلة فذهبت الى مدينة غايلة في مسجد المسلمين هناك من افضل المسجد الذي دعوته فيها الى الله سبحانه وتعالى من افضل المسجد اقبالي الناس شديد جدا انا كنت بعمل خمس دروس في اليوم درس بعد الفجر بالخمس اوقات درس بعد الفجر ودرس بعد التهجد للشباب ودرس بعد العصر فقه ودرس في الطاويح على طول خمس دروس ودرس للسيدات للنساء ودرس للنساء لسناك حاصين جدا ان يسألوا في الاسلام وفي الدين وعلى فكه موضبين على العبادات بطريقة انا كنت متخيل ان الناس اللي عادين في اغبا بعيدين شوية عن الله سبحانه وتعالى والله يا سيد محمد انا شفت منهم حرصة على الصيام وحرصة على الصلاح وحرصة على الذكر وغم الفتن اللي موجودة حواليهم فذهبت الى مدينة فيلي وطبعا انا بحب زي ما قلتلك ان انا اخذت القوم فطبعا كان معنا واحد جاء خذني من اغس الى فيلي فكان عنده عابية بجو حديثة كده سقفها بيتفتح فقلت له تب سيبني اسهوق وقمت شدد الحزام بلغة الخليجيين اسمه قطاش ولا اسمه ايه فمشيت فالناس تشوي عليها في الدنماك ايه الكائن الفضائي اللي ماشي ده ولا ايه الكائن الفضائي انت بزيك الازهاري وحطت الحزام ومش في دماغي زي ما بيقوله مصير ويبقى خش مش ريع دا فوقفت هناك علشان ايجي للماء العجوزي اللي حم نكلم عليها فوقفت هناك كنت رح افطر مع اخي دكتور اسمو شادي في رمضان على الفضائر فهناك الشرطة بيكابه عابية مرسيدس لا اظن اكبر رجل اعمال هنا بيكابه يا السلام عابية الشرطة والتكاسف والحاجة دي كله مرسيدس فأمقلبه النور كده طبعا هو دايما بينابه علينا نحط الحزام فطبعا بفضل الله الالتزام هنا ان انا بحط الحزام على طول ما بحطش الحزام هناك يا السلام انت عايف ان انا بحط الحزام يا شيخ فأم شف لمحني وانا مش حط الحزام فأم قال لي بنو قال لي خلاص كده فأمه وقفه فقال له لو سمحت وقصتك فقال له تفضل وقصتك السيد محمد بيجيبه وقصة دي زي الكانية كده بيحطها على كمبيوتر مكان الكاسد بتاع العربية كده يشوف عليك مخالفته ولا لا في التوي واللحظة في عربيتك في النفس العربية لا في العربية بتاعته عربية بتاعته مجهزة بالالية دي مجهزة بالالية دي يا السلام حتى لو مخالفة لسه متاخدة من ساعتين تخش على كمبيوتر على طول يا السلام ان شاء الله فبعد ما شافه كده لقى طبعا لا فيش مخالفات النواجي المحترم قال له طب جواز الصفة بتاع الشيخ طبعا ما كنتش طالع من المسجد بجواز الصفة لان رايح طبعا طبعا أفطها هو واجب فقال له والله هو مش معاق جواز الصفة هو في المسجد قال له طيب نبه على الشيخ ان يشيل جواز صفة هو عشان محدش يدي يقف الطريق وتفضل روح وفطها هو الصيام اللي بتكلمني راجل شرطي من يد ديناماركي كافي ليس علي الإسلام يا السلام شوف الأسلوب شوف الاحترام فانا عاد تدحك فالدكتور شاديد بيقول لي تبتحكي ليه تقول لي لا دفتكارت كده قصة في مصر كده بقول لك عليها بعدين قصة شبيهة لها بس يعني مع الاختلاف يعني مفيش هناك احترام شديد جدا طيب الستة الدنماركية دي رجعت رجعت من مدينة فيلي إلى مدينة أخص فلقتها محجبة يا سلام فسألت حمزة وقتله ايه اللي حصل ايه الجديد قال لي شرح الله وصدها للإسلام وقم بيصغاصي الله الله الماء العجوز هذا وقم بيصغاصي كان ما شاء الله ضخم كده حمزة وكان بيشتغل في المسجد وكان بيجاهز شوية حاجات في المسجد ففاحتوا جدا جدا لأن جعلان الله سبحانه وتعالى سببا في إسلام في إسلام لشرح صدها للإسلام شيخ محمود الجالية هناك في الدنمارك أكترهم منين من فلسطين من لبنان من سوريا من فلسطين لبنان سوريا كده يعني توكيا أنا شايف أن هم حابين المساجد وحابين الشراء وبناء المساجد هناك جدا جدا وحرصين واهتمام بالدعوة وحرصين جدا على الدعوة هناك ما شاء الله حرصين جدا جدا على الدعوة هناك يعني هو الشيخ المص ينزل يستغلوا بأي طريقة يعني أطلع عايز 24 ساعة الشيخ من محاضرة لمحاضرة وخطبة ودرس ودرس واسئلة واسئلة وفتاوة وفتاوة وكل حاجة لكن أنا الحمد لله ما كنتش قفتي في شيء متعلق بالدولة هناك إلا ما أعرف حي سيتوي mhm تمام لأن في الشيء هناك ممكن ما أضعيش قفتي فيها إلا ما أعرف حي سيتوي عداك كبير هناك مسلمين في الدينمارك لا مش كتير آه في الدينمارك لا طب المساجد كتير هناك المساجد كتير والله يعني كل مدينة لازم يكون فيها مسجد آه ده ما فيها مساجد مش فيها مسجد واحد آه لأن هما ما استطاعوش يشتروا المساجد بيأجعوها بيأجرها بيأجر مبنى ويعمل مسجد طيب مسموح له بالقانون هناك في الدينمارك أنه يشتري قطعة أرض يتملكها ويبنى عليها مسجد مسموح له ياخد ترخيص مسجد ولا إزاي ياخد ترخيص مسجد إنما الأذان بغلق الأذان يكون داخل المسجد يعمل سماعات داخلية دي حاجة طبعا خاصة عندهم باليوشن والتلوث ومعرفش إيه السامعي والحاجات ديت يعني لهم تفسير خاص بيها أصلا إحنا عندنا بنوسي استخدام برضو المواضيع دي يعني ما علينا من هذا الموضوع أنا ناقشته قبل ذلك لكن برضو فيه كثير من الناس بيتوسي استخدام الأذان وما قبل الأذان وهكذا يعني فيه موجود عندنا يعني أنا مش عايز الحلقة تنتهي إلا ما شوف تجربتك في دول أخرى زي مثلا ألمانيا حدك روحت السنة كام فاكر في نفس السنة نفس السنة روحت ألمانيا نفس التوقيت رمضان برضو انتقلت من الدينمارك لألمانيا كان هناك إخواننا زي ما قلت رحضك في المسجد مشايخ بعضهم موجودين فقلت له ما أنا عايز أزور ألمانيا طبعا التأشير أنا بأخذها من هنا شنغل بأوحل الاتحاد الأوروبي في أي مكان فقلت له ما أنا عايز أزور ألمانيا ده ممكن حتى بالسيارة يعني ممكن أن تنتقل بالسيارة قطار أي حاجة بالسيارة بأم جهزه دكتور عراقي أبو همام الدينماركي هناك وذهبنا لألمانيا طبعا ما كانتش يوعى في المسجد فين في بيرلين في العاصمة أنا وحت بيرلين في العاصمة فطبعا جهاز الجي بي اس وصلوا بالأمر الصناعي وأم كاتب للعنوان بتاع المسجد ست ساعت كنا في قلب المسجد طبعا جهاز يقول لك يمين شمال بنزينة بعد ثلاثة كيلو استراحة بعد ثلاثة كيلو كذا ممتاز تقنية عالية رحتوا فين في ألمانيا يا شيخ محمود في مسجد النور بيرلين بيرلين العاصمة ومسجد الرحمن بيرلين رحت كذا مسجد هناك أنا خطبت في مسجد الرحمن بيرلين مسجد الرحمن بيشيل أكتر من ثلاث تلاف مصلي مش فاهم يعني ثلاث تلاف هي ساعة المسجد ولا برضو خارج المسجد لأن ألمانيا تختلف زي هنا بعض الساحات كده ألمانيا تختلف عن الدينماك بأن الجالية المسلمة في ألمانيا كبيرة جدا كبيرة جدا بالذات في بيرلين معظمهم منين؟ معظمهم برضو من الأطراك ولبنانيين وفلسطينيين وسويين وهكذا المصريين قاريرين جدا هكذا شيخ محمود المعلشي في السؤال يعني بين قسين ما لاحظتش فيه تفرقة عنصرية يعني الأخ بتاع الدينمارك مش عايز أقول أخ يعني هذا الذي أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل الله أن ينتقم منه وقد انتقم الله منه يعني الحمد لله لكن بقية الناس يعني بقية الشعب الدينماركي أو في ألمانيا هل لاحظت هناك أن فيه اضطهاد للمسلمين أو فيه تفرقة عنصرية أو يعني من هذا القبيل هو فيه طبعا مشهد جميل أنت قلته لي دلوقتي أنه هو أنت بسوء السيارة وإنت ارتكبت مخالفة ومع ذلك الشرطي عفى عنك وعرف أنك أنت يعني رايح لصايم فيعني المخالفة عندهم مخالفة على فكرة هم عندهمش يوم مرحمين في المخالفات ومع ذلك لما أعرف أنك أنت إنسان مسلم وشيخ ودعية عفى عنك وقال لي صاحبك ايه تفضل بس ما تخليش يعمل كي تاني فيعني هل هناك تفرقة عنصرية لحظتوها استحال استحال لا فيش أنت ماشي في شارع عادي حر محدش بيتعرض لك لأن الطيقة السيد محمد مقسم إلى خانات والعربية لها خانة والموتسكل له خانة والمشاله خانة لو اللي ماشي على الطيق هذا نزل على بتاعت الموتسكل شوطه يوقفه دوله مخالفة ولازم صاحب السيارة البي ام أو اللاندو كوزر أو أو إلى آخر هذا يحتايم أول واحد يحتايم اللي ماشي على الأرض عندهم احترام للي ماشي على الأرض أو بعجلة أكتر من اللي ماشي بعربية مش اللي ماشي بعربية يدوس الناس لا هناك احترام شريد جدا 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 والإسلام في أوروبا عموما والديناماركي وألمانيا بيبقى له روح أكتر من أفريقيا ليه؟ لأن أفريقيا فيها الفاقي شوية متفشي والصحة مضوبة هناك والتعليم مضوب هناك شوية في أفريقيا إنما دول مسلمين أغنياء ما شاء الله وعندهم عندي شوي في مسألة أني أنا أقنعه في هذا كلام ده في أفريقيا في الديناماركي وألمانيا عندي شوي لا مش هو عندي يا مولانا هو الحقيقة الناس دول يعني على درجة عالية من العلم جدا والثقافة جدا والتكنولوجي هناك عندهم عالية جدا جدا فهو كل حاجة عنده بالعقل فتقوم تقول لي مثلا إنه فيه الله طيب اقنعني بالعقل والدليل والمنطق والحجة زي ما أنا بشوف آلة قدامي مصنوعة هي دي ناحية مادية اقنعني بالدليل والعقل والمنطق إنه فيه الله هم دول يعني في أوروبا لذلك أنا دايما كنت تعلمت منهم هذا الموضوع تعلمت منهم النظام يعني أنه محمد معلش سامحني أنا طالع من مصر وكلام من ده ما فيش مسألة النظام أصلا تفاهمني؟ نعم بس الله يهدينا يا ربي جميعا آمين يا رب العالمين فيمشي هنا اعمل هنا حاضر اتبسط جدا فأنا كنت وايح كان فيه أخ عزمني على الفطار شيخ لبناني يا ربنا كمه فبيقول لي هناك الأخ بيقول لي لو سمحت يا شيخ محمود أنا عايز أعزمك على الفطار طبعا إحنا كنا بنفطى ساعة 9 ومصر بالليل أو عشرة ونتصحى الساعة 3 بالليل خمس ساعات تفطى وتصلي القيام وتقول الدغس اليوم الصيام طويل عندهم شوية طويل بس الجو الصيف هناك زي شته هنا الجو بارد شوية وبيشجع ما فيش مشاكل تمام فأم قيل لي طي قال لي أنا عايز أعزمك على الفطار وعلى الصحو اتب لي لو على الفطار وعلى الصحو يبقى أنا أخطاري أخطار على مزاجي قال لي أنت اتعلمت من الشعب هنا يا سلام آه لأنه كنت طبعا كل يوم كنت بفتع عند أخ شاكل فاسوي فلسطيني وكل أكل له نظامه وله أسلوبه وله طريقته فبينه وبينك معاديتي مش عافة تستقي على الحاجة فقال لي أنت عايز إيه يا شيخ قلت له أنا عايز حمام محشي قال لي بالفيك الله قال لي بالفيك وشاي كوشاي قلت له يا أخي ينسو دين ينسو دين يعيني إن شاء الله فكان التجيبة جميلة وكان هناك قابلنا الأخ سنة أبو بلال إسماعيل هناك كان سبب في إسلام ناس هناك وأشهر إسلام ناس على الفيديوهات الموجودة نعم وأبو محمد أسامة السعد هناك كان رئيس المركز الإسلامي وأبو مصطفى في مدينة اسمه سكيفي كله اللي جالية في ألمانيا حراك هناك بتقصد ألمانيا في برلين اللي أنا بتكلم الآن في الدينماك لا في برلين في برلين ألمانيا في مسجد النور ببرلين مسجد كبير جدا قلت فيه محضرة كان فيه شيخ مصر هناك واذهبت إلى مسجد الرحمن أعمل محضرة هناك وأخطب رجومه عنك هناك نظام كويس في الخطبة أنا بيقول لي قل لي ملخص الخطبة وأنا أتاجم بالسماعات بالإربيز في ودن المصلي لأن فيه هناك وص وهناك ألمانيا تمام فأنا عملت فكرة كويسة في خطبة الجمعة دي قمت جاي بالواقق والألم سهلت خطبة الجمعة كتبت له خطبة الجمعة في خمس ست الصفحات قلت له قدي نسخة هيا وصوى نسخة تانية اللي بيتاجم من وص للعابي ومن الألماني للعابي وقتت لهم الخطبة جاهزة وعملت حسابي ما نمتش يومها أحفظ زي من أكاتب علشان التاجمة تطلع صح وخطبة الجمعة هناك بفضل الله سبحانه وتعالى الإقبال كان غير عادي بعد الجمعة من شاء الله كان غير عادي بعد الجمعة طيب يعني رد الفعل أو الرياكشن رد الفعل أو الرياكشن الناس تقبل غاصك هناك تبقى فرحان أن أنت من مص خطبة الجمعة بتكون مؤثرة بيحترموك جداً بيحبوك جداً لا طالما أنت بوسطية الأزهر ما أنتش متشدد بتتكلم بكلام كويس ما بتعملش مخالفات أو 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 إلى أخيه خلاص ما فيش أي مشاكل نعم ممتاز ما فيش أي مشاكل له ممتاز وفي ناس هناك ألمان برضو ممكن بيدخلوا في الإسلام أو بيدخلوا في الإسلام بيقتنعوا بالإسلام بيدخلوا في الإسلام لأن الحقيقة يا شيخ موان بسألك السؤال ده لأن الألمان شوية التكنولوجيا عالية عندهم جداً يعني أنا كنت في بغداد وكنت بغطي معرض بغداد الدولي فأنا دخلت في الإزعاء التلفزيون هناك فأنا دخلت عدة معارض عدة معارض دول لقيت فيهم ناس يعني لقيت فيهم موظفين في المعرض وبيشرح لي وأنا طبعاً بصور معاه وبسجل معاه فالمهم أنه دخلت المعرض الألماني ما لقيتش حد أنا لقي آلات قدامي وآلات ضخمة جداً جداً قد تصل إلى السقف وعايز حد علشان يكلمني ما أنا داخل المعرض فعايز حد يكلمني فأخيراً لقيت واحد مصري اللي هو واقف يعني على باب المعرض بيقول لي مش هتلاقي حد هنا ده فيه واحد قاعد في الكونترول روم هو اللي بيشغل أو غرفة السيطرة يعني هو اللي بيشغل كل هذه الآلات ما أصلنا بمشي بلعابية هناك علشان أحطي بنزين ما بلقاش عامل يحطيه بنزين عندي الفيزا كارت الـ ATM بحطه في قلب الكارت المكنة بسحب بيفتح بنزين بحطه بنزين بيقول لي أنت خطب كذا ولسه أصدك في البنك كذا في السوبا ماركت كده ما بيشغلوش فلوس أصلاً في السوبا ماركت كده في البنزينة كده يبقى وفا عامل بتاعت بنزين وفي نفس الوقت حط فلوسه في الـ ATM وخلاص وفطهه وانت واقف صحية أنا سعدت كتير الله يحفظك الحقيقة حلقة مسلية وخرجتنا يا شيخ محمود من النمط اللي احنا فيه يعني احنا في نمط معين في الحلقات لكن احنا في الحلقة دي كده خرجنا من النمط اللي احنا فيه استفدنا كتير جداً جداً تجربة عملية في الدعوة الإسلامية وليس التجربة بالكلام أو باللفظ فقط نسأل الله لك التوفيق اللهم أمي وإيكم ناوي تزور إيه تاني إن شاء الله أنا بختم الحلقة والله أسأل الله عز وجل أما فيش مشاكل أنا عندي استعداد أوحقي بلد إن شاء الله موفق لكن الوصياتي لو تسمح للمسلمين في كل مكان هؤلاء ذهبنا إليهم ووجدنا ناس ليسوا على الإسلام بأخلاق وبقواعد وبقوانين وبتنظيم مش موجودة عند المسلمين حاين بالمسلمين أن ينفذوا هذا الكلام أكرمك الله وبركة فيك شكرا جزيلا بارك الله فيك مشاهدين الأعزاء حلقة جميلة وممتعة جدا عن الدعوة العملية للإسلام في أفريقيا وفي أوروبا وكنا مع الداعية الذي قام بهذه الدعوة من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمود شبل نشكركم كثيرا على حسن الاستماع والمشاهدة ونلقاكم في حلقة أخرى من مجلس الرحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصح النابي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النابي لصحبه أن يرتعوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر